اختلفت الرؤى والمهلة واحدة فما هي إلا ساعات قليلة بعد انتهاء القمة الإفريقية المصغرة برئاسة الاتحاد الإفريقي وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسي وزراء إثيوبيا والسودان والتي خرجت وفق الرؤية المصرية حول انفراجة واستئناف للمباحثات بشأن أزمة سد النهضة لتخرج إثيوبيا بتصريحاتها بالمضي قدما في ملء السد وتعنتها الذي يعيد الأمر للمربع صفر يأتي ذلك قبل انعقاد جلسة لمجلس الأمن لبحث ملف سد النهضة بناء على طلب مصري وبعد أن توجه السودان بخطاب إلى مجلس الأمن حول الموقف وكانت القمة المصغرة انتهت بالإعلان عن اتفاق إثيوبي مصري سوداني على تأجيل البدء بملء خزان سد النهضة وأكد رئيس الاتحاد الأفريقي أن أكثر من 90% من القضايا في مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان تم حلها بالفعل وعلى الرغم من تلك التحركات التي تمت برعاية المنظمة الإفريقية إلا أن إثيوبيا تنصلت من التزاماتها في غضون ساعات إذ سرعان ما أعلنت إثيوبيا أنها تنوي بدء ملء سدها العملاق على نهر النيل في الأسبوعين المقبلين متعهدة في الوقت نفسه بمحاولة التوصل إلى اتفاق نهائي مع مصر والسودان خلال هذه الفترة برعاية الاتحاد الأفريقي وينقض البيان الذي صدر صباح السبت عن مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد جزئيا تصريحات الجانبين المصري والسوداني والتي أكدوا فيها التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث خلال القمة الافتراضية التي جمعتها مع ثلاث دول إفريقية أخرى على وقف ملء السد إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول الموضوع لكن أديس أبابا لم تأتي على ذكر الإرجاء في بيانها بل بدت متمسكة بالجدول الزمني الذي أعلنته من قبل وينص على بدء تعبئة خزان السد في يوليو